قبيل الانتخابات النيابية بدأ موسم الرتح بين الأحزاب فبعد المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحرج برام باسيل الذي شن هجوما على رئيس مجلس النواب نبيه بري أتى الرد على لسان المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والذي فند في مؤتمر صحفي كلام باسيل ورد على اتهاماته التي وصفها بالوقحة معتبرا أن مشكلة لبنان في انتخاب رئيسين يحتكمان لمقاسات مصالحهما وطيارهما بدءا بملف الكهرباء والفساد والفضائح مرورا بقانون الدولة المدنية ومخاطر لمركزية من خلال إثارة الفتن في ملف الجباية والترقيات وصولا إلى تهجير نصف المسيحيين في عهدهم نعم نحن أمراء الدفاع عن لبنان عن وحدته وعن حماية أرضه وعرض أبنائه ولا نعرف إذا كان مؤسس التيار العماد ميشيل عون هو من ضمن أمراء الحرب الذين أشار إليهم السيد باسيل أم هو ملكهم في حربه عام 88 والنصل إلى فضائحكم الكبرى في وزارة الطاقة وتنزيماتها ورشاويها وفي وزارة الاتصالات وغيرها والتي ربحت السباق في كل المخالفات التي حصلت في تاريخ الجمهورية أما ما قولت ما خلونا بالكهرباء ودير عمار فهي للمرة الألف مردودة عليكم أنتم الذين أردتم وعلى مرأة من أعلى سلطة رقابية في المالية ديوان المحاسبة أنتم مرروا صرقة 50 مليون دولار أمريكي وأنتم تعرفون تماما أنكم انكشفتم في مجلس الوزراء المشكلة بالدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في نفس الوقت وتضيع المسئولية ويصبح رئيسها رئيس الجمهورية معطلا تحت عنوان المحافظة على الحقوق وهي حقوق للتيار والجماعة في الوقت الذي على المطالب بحقوق الطائفة أن يعرف أن في زمانه قد هجر نصف المسيحيين من لبنان وأنه من هذر في جارور الأسود حقوق المسيحيين في انتخاب 11 نائبا في الانتخابات الفرعية في مخالفة واضحة للدستور والقانون وقد تناول خليل مسألة التعطيل الحكومي إضافة إلى قانون الكابيتر كونترول وجر الغاز من مصر إلى لبنان وكذبة الهجوم على حاكم مصر في لبنان أنتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها الكثير أنتم الذين عطلتم جلسات مجلس الوزراء وربما فرضتم التضامن معكم ونحن جزء من هذا التضامن في بعض الأحيان والأمثلة التي ذكرت بالأمس عن قانون جر الغاز من مصر فهو في اللجان أيضا ولم يطرح ولا أي مرة أمر آخر مقابله أما ما يتعلق بدورة ضباط الأربعة وتسعين فإن وزير المال لم يوقعها وعلى راس السطح ليس انتقاما من أحد هؤلاء أهلنا وإخوتنا وأبناؤنا وليس للاختلال في التوازن الطائفي نحن أول من وقعنا لهم قرارا بإعطائهم أقدمية سنة وختم النائب علي حسن خليل مؤكدا التوافق المتكامل مع حزب الله الذي لن يتأثر بأي كلام تحرضي أو أي اهتزاز معتبرا أن حركة أمل تحرص على علاقات شريكها ولن تصادر يوما أي رأي على الآخر داعيا أنصار حركة أمل إلى التحلي بالوعي والترفع عن أي سجالات أو استفتزات